أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي أعلن نتيجة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالية وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفية أن نسبة النجاح بلغت 74% تعالوا نقارن نسبة النجاح العامة هذا العام نسبة النجاح العامة لهذه الدفعة 74% وده نقدر نقارنه بأول دفعة تم فيها استخدام التابلت كانت سنة 2016-2017 كانت 72% السنة اللي وراها بقت 74% اللي هو نفس الرقم بتاع السنة دي المقارنة طبعا مش واحد لواحد لأن ده كان نظام تقييم كل السنوات دي نظام تقييم القديم هنا في نظام تقييم جديد فالمقارنة مش واحد لواحد بس النسبة العامة في نفس النطاق بتاع السنوات اللي فات سنة 19-20 هي سنة الكورونا وهي سنة خاصة جداً ما نجدرش نقارن بيها قوي ولكن حطنا هنا عشان حضراتكم تشوفوا فإذا نسبة النجاح العامة 74% ترجمة نانسي قنقر